موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم الى زوايا الحدث نخصصها لمناقشة يدلية الحرب والسلم في اليمن والتي افضت الى ما وصفته الامم المتحدة بانه اكبر ازمة في التاريخ تتوقف العمليات العسكرية في اليمن ثم تبدأ من جديد ليس للامر هنا علاقة بالاستراتيجيات والخطط بل بالارتجالية والعشوائية احيانا وبالسعي لمواكبة التطورات السياسية احيانا اخرى هذا ما بات واضحا من نشاط الجبهات المصاحبة لاي مساع وتوجهات لاحياء المسار السياسي المتعثره والاخر في حديث كهذا ينصرف الامر في تداعياته واسبابه الى اسلوب ادارة التحالف السعودي الاماراتي الذي جاء لدعم الشرعية المنقلب عليها في صنعاء من قبل تحالف ميليشيا الحوثي وصالح كما كان العنوان العريض للتدخل انا ذاك لكن ذلك ربما لم يكن الهدف الحقيقي بقدر ما كان المحك الذي سقطت فيه مصداقية التحالف الاخلاقية اولا وسنوات من المعاناة الانسانية المتفاقمة ثانيا وعطفا على ما سبق سنقف في نقاش تداعيات هذا الموضوع من خلال محورين لماذا حالة الا حرب واللا سلم التي حكمت المشهد في اليمن طلة الاربعة الاعوام الماضية وهل اصبح المسار السياسي محكوما بتطورات المشهد العسكري بدلا من العكس قبل النقاش نتابع التقرير تتوقف العمليات العسكرية لاشهر وتنتهي فعليتها ويؤمن الجميع واولهم المجتمع الدولي بعدم نجاعة الخيار العسكري ويبدأ البحث عن امكانية عودة الخيار السياسي الى الواجهة وما ان تبدى بوادر الدعوات للعودة للمفاوضات حتى تتحرك الجبهات وتعود المواجهات والمعارك الى واجهة الاحداث حدث ذلك قديما ويحدث الان مجددا ديناميكية الحرب في اليمن اضحت امرا محيرا ومعقدا فلهي حرب متواصلة تنجز اهدافها ولا نية حقيقية في البحث عن خيارات السلام لا اسوأ من حالة لا حرب ولا سلم التي تعد احد تداعيات غياب الرؤية لحل الازمة في اليمن وتحول معاناة المدنيين الى مجرد اداة لتحسين شروط التفاوض ثم لا تنجز تسويات عادلة الحديث عن مرارة الحالة في اليمن وتبعاتها الانسانية المتفاقمة تحيلك الى البحث عن السبب والكيفية التي جعلت من الحرب المستعرة منذ اربعة اعوام بهذا العقم حربا بلا نتائج الاسباب هنا ليست مجهولة ولا تحتاج الى بحث معمق فهي ظاهرة في تخبط تحالف السعودية والامارات المتحكمين الفعليين بملف الحرب ما يقارب الاربعة اعوام على عمليات التحالف كان غياب الرؤية والاستراتيجية عنوانها الابرز وكانت الشرعية فيها الطرف الاضعف والاكثر بعدا عن فهم مجريات الصراع وفق هذا المنوال مضت اكثر من اربعة اعوام من اللاحسم لتكون المحصلة النهائية اضعافا كبيرا للشرعية وتقوية لموقف الميليشيا المنقلبة وكارثة انسانية هي الاسوأ في التاريخ حياكم الله مشاهدين الكرام وارحب بضيوفي في هذه الحلقة سيكون معنا من الرياض الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي وسيكون معنا ايضا من تعز استاذ علوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحديفي البداية مع الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي مرحبا بك سيد عبد العزيز السلام عليكم واسعاد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين اهلا بك بداية سيد عبد العزيز برأيك لماذا تعود المواجهات للجبهات كلما بدأ الحديث عن عودة المسار السياسي طبعا اني طرحت هذا البوضوع عبر قناتكم قبل يومين نعم عادة تكون الجبهات هامدة هادئة حتى ان العنكبوت قد بنت خيوطها او بنت بيتها على افواه البدافة فاذا ما سنعوا دعوة للحوار او للمفاوضات او لتشاور سار على الجميع وخصوصا طرف الشرعية والتحالف لفتنام الفرصة او لإثارة المعارك رغبا انه الذي لم يستطع ان يحقق انتصار خلال اربع سنات ان يستطع ان يحقق انتصار خلال اسابيع او خلال اياب الغرض يا اخي الكريم من هذا من اشعال الجبهات جبنى المفاوضات هو اشعال المجتمع الدولينا الشرعية موجودة وان التحالف موجود لديهم القدرة على المعارك تحسين موقفهم التفاوضي فالقاعدة تقول فاوض على المدى الذي تصل اليه قذائف المدفعية التي تمتلكها عادة ما اتصار هذه القضايا غالبا اتصار المعارك قبل جولة المفاوضات هذا من جانب الشرعية والتحالف الحوثي من ناحيةه يدرك هذا الامر فيسعى الى امتصاص موجهة الهجمات هذه الصمود ايام او عدة ايام وتهدأ على فكرة جبهة ناطع الملاجم استمرت 48 ساعة والان هدأت وجبهة صعدها الان هدأت والتي ما زالت مشتعلة هي جبهة الحديدة ربما تهدأ الليلة او غدا او بعد غد وكأن العملية ارتجالية لا يوجد زخم هجومي متكامل لا توجد معدات متكاملة لا توجد خطة عسكرية لانجاز المعركة في اي محور مجرد هي اشباب بتباتل القصة المدفعية عودة لماذا الهدف من هذا اشعار المجتمع الدولي ان نحن قادرين على الحس وانه كذا والقضية هي قضية تحسين الوضع التفاوضي الحوثي الجانب الاخر الحوثي مدرك لهذه اللعبة وبالتالي ينتص الحماس الطارع الذي يحدث في الجبهات ويكون عادة المستعد لها وبعد انتخب الجبهات ويستعد الناس للتفاوض المجتمع الدولي عند المفاوضات ينظر الى الطرف المتعنت والطرف الذي يرفض والطرف الذي يضع شرط المفاوضات على انه القوي وبالتالي الشرعية تسارع الى المفاوضات بينما الحوثي يتمنع كما حصل في المرة السابقة فيشعر المجتمع الدولي او الأطراف الوسيطة على ان الحوثي قوي وانا لما تعنت لو كان ضعيف لو وصل الى جينيف قبل ان يصل وفد الشرعية تتذكر اخر بران وفد الشرعية قعد رضع يام وخمسه يام من قبل المفاوضات والحوثي يتعنت ووضع شروطه هنا المجتمع الدولي يدرك انه الطرف المتعنت الذي لا يسعى الى المفاوضات هو الطرف الاقوى وبالتالي يكسب الى الحوثي المعركة عسكريا وسياسيا واعلاميا امام العالم طيب ابقى معي سيد عبد العزيز اذا في تعز ينضم الينا من هناك الأسادة العلوم السياسية في جامعة الحديدة دكتور فيصل الحديفي مساك الله بالخير دكتور فيصل مساك الله مساك مرحبا اهلا بك دكتور انت ايضا تعليقك ورؤيتك يعني لعودة المعارك كلما بدأ المسار السياسي يعود السيد عبد العزيز يقول بانها فقط لتحسين موقف التحالف والشرعية من اجل التفاوض وليست نية حقيقية للتحرير انا اوافق الضيط الكريم بنجمل ما طرحه مع اضافة ان من يسيطر على دهنة الساحل هي الامارات والامارات تحديدا لديها اهداف خاصة وهي ادخال الموانئ اليمنية تحت سيطرتها مستقبلا وهي تحلم بانها لم ترفع يدها من اليمن بحكم الضعف الحاصل في السلطة الشرعية وبحكم الضعف الاجتماعي وبحكم ان لديها ارتباطة غربية يمكن ان تطلو الاخبار في السيطرة فهي عينها على رأس عيسى وعينها على حديدة وبعرض محركة بسبب المهلة هو ليس فقط المفاوضات لكن هناك المهلة المحددة شهر ان هناك شهر وعلى ايقاف الحرب الامارات وهي من تقود يمهة الساحل تريد ان تستغل هذه السطرة القصيرة لاستحراز على ميناء هامين في غرب الجمهوري اليمنية وهو الحديدة وصليف يعني ورأس عيسى ولا اكثر دلالة على ذلك من ايقاف مظلم الجبهات ذاتا اولوية قصوى نهم على بعد كيلوهات للصنعة وبالتالي اذا كان الامر هو استعادة الدولة والشرعية واستعادة لمن من القلابين فصنعه اقرب من العديدة وبإمكانها عمل انزالة جوية بقوات مختلفة في صباحة وفي متنة وحصارها وحصارها من دنيا الديهات ودخلها بشكل أقل كنفة كذلك من عام انذ العامين تعالى بأنه حدود وصلت القوات إلى حدود الشطرية في الظالع في لاحج في الوازعية وظلت تعز وإقليم الجرب تحديدا غير معنيا بدعم القيش ولا معنيا بتحريف الجبهات كما هي بعض الجبهات النائمة الموجودة في مارب وصور واحد الآن لم يتمل حتى تحريرها والتحرير الجبهات الحقيقة يعملون بشكل مشبور في الخارق والعسكرية في اليمن يحركون قواتهم بكل بكل تذاجة وبكل احتقار ليمنيين في سقطة وفي مهرة التي هي أبعد على المعارف وأبعد الإنقلاب وأبعد على أي اختلافات تستدعي لإنزال قوات بذلك الحق وتلك الكفافة وبذلك التمرين دونما يترك الجيش بتعز بدون التمرين ويترك المقاومة لها أكثر من ثلاثة عمز البيضة تقاتل بصبت بشكل شخصي إذن المعركة دكتور فيصل إذن المعركة لم تعد يعني الآن مثل ما تم الإعلان عنها هي عودة الشرعية ودعم الشرعية ضد الإنقلاب وإنما اتجهت منحنة آخر ربما تحقيق أهداف سياسية وستراتيجية للإمارات وسعودية نعم هو كذلك هو ذلك هم يعتبرون اليمن باعتبارها أرض خفضة فيها من السنوات الطبيعية والموقع الطبيعي ما جعلوها لقم سائغة أمامهم وهم يظن يتدربون فيديوشهم في معارك حقيقية لعل ذات يوما يكونوا قد اتسبوا من الخبرات العسكرية ما يسمح لهم بالوقوف تجاه أي صدام مع جهات أخرى مثل إيران ولكن الولايات المتحدة الأمريكية جعلتهم يقتن يصلون إلى قناعة بأنهم غير قادرين على الوقوف في ضد أي عدو خارجي دون حماية أمريكية ودن العمالك بأنهم لم يستطيعوا حتى حماية خدودهم بفادة أمام مجموعة من الماليشيات لا تمتلك من السلاح إلا شيئا مضيعة وهي القناعة التي بدأ يسربها يعلنها ترام بأنه بدون حماية الولايات المتحدة الأمريكية السعودية لا يستطيع المرك أن يستمر أكثر من أسبوع وهي قناعة متعمدة حاولة واشنطن أن توصل إلى دول الخليج بأنهم بدون من الغطاء الأمريكي هم دول من ورقة يعني لا يستطيعون الصمود على غير نعم إذا كانت الأصورة كما تقول دكتور فيصل إذا كانت الأصورة كما تقول إذن ما مصلحة السعودية أن تطيل هذه الحرب ولا تحسمها حتى يعني يتحسن سمعتها وصورتها أمام الأمريكان وأمام المجتمع بشكل عام أنا تقريبا سؤلت منك شخصيا ومن جمالات حول هذا الموضوع أنا قلت لك بأن الدول الخليج تشتري بموازنات عالية أسلحة غلق في المخازن لا يمتلك الضوء أو الجيش السعودي والإمارات من الخبر القتالي الحقيقي ما يجعله يختبر نفسه في أي مواضيات قادمة وبالتالي هم أطالوا أمد الحرب في اليمن لتدريب مثل هذه القوات هم يدربون الآن آلاف الطيارين آلاف البحارة آلاف المعدات الثقيلة يعني أنا بس أخدر عسكري لكن في نهاية الأمر هم يمجزون مهاما ما كانوا نحن مرزينا في مناورات تنفيذية وإنما يدهلون حربا على امتداد خمسين وخمسين ألف كيلو متر هي مساحة اليمن من الشرق والغرب وبالتالي يدفعون مبالغ طائل أيضا لأقلار الصناع يعني كي يستكملوا مثل هذه تدريبات هم استفادوا هذا الأول الشيء الثاني إذا عارف اليمن من إطارة الحرب هو الأدى بالأساس الذي يمكنهم من السيطرة عليه أي لا يمكن أن يسيطروا عن يمن وهو قوي إذا كانوا لم يستطيعوا أن يسيطروا عن يمن وهو فيه أليشيات صامدة بحدودهم وتفكرهم ويلاز أشكرهم مرات مما أجبرهم على أن يجلدوا أبلاء من تازو من رينة ومن أب لكي يحاربوا في هجران رد الحوتين أي يمني يقصوا يمني وجعلوا من اليمن محرقة ليمني أي أنهم أثبتوا فشل الزريعة في المناجر الحقيقية طيب دكتور يمكن استخدامها لأخيرات الأنبي الأطوية يعني لأخيرات الثائقة نعم طيب دكتور اسمح لي أعود إلى الرياض عسكري عبد العزيز الهداشي سيد عبد العزيز دائما المعروف بأن الحرب هي التي تحرك السياسة لكن في اليمن ربما العكس عندما تعود السياسة تحتدم المعارك وتعود من جديد ما هي الأسباب رأيك أولا التعريف الحرب هي عبارة عن سياسة هي موارسة للسياسة بسبب طريقة خشنة نعم الذي أريد أن نقول يعني وتعجيبا على كلام الدكتور نحن نعلم أنه قد يكون للإمارات وللسعودية أجندتهم الخاصة بالحرب ولكن لدينا أيضا يفترض أن يكون لدينا أجندتنا الخاصة بالحرب بحيث أن نحن نفرض شروطنا على التحالف ولا نكون تابعين له بل يكون دائما لنا ومساندة لا وعلى لقل نكون شركاء لكن للأسف الشديد الشرعية لم تضع لنفسها استراتيجية للحرب والسلاف لم تعمل حسابها ليوم قد يعني تختلف مع التحالف تصور الآن لو التحالف يمنع قذائف الدبابات الشرعية تصلح بغير قذائف لو يمنع التطوين الغذائي كما حصل قبل أسبوعين يصبح الجيش بحش ضعيف كان يفترض محاولة خلال أربعة سنوات أو أربعة سنوات التي مضت أن تسعى الشرعية لبناء جيش حقيقي وليس مجرد جيش كرتوني بلا أسلحة وبلا دعب جردا من دول الخليج وهذا وارد تستطيع أن تقطع التموين الغذائي أو تقطع الأسلحة أو تقطع الرواتب يتلاشى هذا الجيش يعني ويتبخر كدوائر الماء ويتلاشى أصلا كان يجب على الشرعية أن يكون لها أجلزتها الخاصة كمان التحالف أجلزتها الخاصة كان يجب على الشرعية أن يكون لها أجلزتها الخاصة حتى في إدارة المعارك حتى في إشعال الجبهات تصور أخي الكريم أنه تحرك الجيش الوطني من مارب وعبر إلى الجوف ومن الجوف فاتجاه إلى الحدود السعودية إلى كتاف البوب ودخل في معارك وهمية كان يفترض أن هذا المناطق لو ظلت جيد الحوث كان هي لا تؤثر تحريرها أو علم تحريرها لا يؤثر كان يفترض بالشرعية أن تحدث جبهات إذا تم منعها ويقفها من جبهته هناك جبهة المصنوب المطمع عمران كان يفترض لدينا عشر المباتل في محور مريس يواجهون عشرين حوثي البذل تحرك الشرعية لتحريز دمت والرظمة وتفرض أجلزتها للأسف الشديدة الشرعية تراخت وهي التي قتلت نفسها بنفسها تصورنا المسؤول اليمني عندما يقابل مسؤول خليجي أو مسؤول في التحالف أول ما يطلب يطلب حاجة شخصية لا يطلب سيارة يطلب فلوس يطلب حاجة ثالية ولا يهمها الوضع في اليمن كان الأولى في الشرعية من البداية بناء جيش حقيقي الاعتماد على الذات بشراء أسلحة بشراء دبابات بشراء مدفعية بشراء ذخائر وكان الأمر هذا يسير وبسيط وكان التحالف في بداية الحرب يعني كان سوف يدفع لكن الشرعية تراخت وتضخب الجيش وأصبح غير فعال أنا أتكلم عن الجيش الذي تتم جيادة من مارب كمان أصيب الجندي المقاتل بحالة من الانهيار النفسي تصور أن المقاتل في جفهة نهم يقاتل الحوثي المداني ليعود إلى مارب ليجد أن مدير الأمر مداني تصور أن الجندي في جفهة صرواه يقاتل الحوثي العماد ليعود إلى مارب ليجد قائد المنطقة العسكرية العماد ابن عم الحوثي الذي قاتله تصور أن الجندي يقاتل الشريف في الجوف ليعود وأن وزير الداخلية هو الشريف في الجوف تصور أن المقاتل يقاتل في أي جفهة من جفهة مارب يقاتل الهاشمي الولي والحوثي الولي وما هي المشكلة سيد عبد العزيز؟ سيد عبد العزيز ما هي المشكلة إذا كان هؤلاء الناس مخلصين للوطن وللجمهورية أكثر ممن ليسوا ينتمون إلى هذه السلالة التي ربما أنت حاولت أن توجه المسار نحوها؟ يا أخي الكريم في أي كلية في العالم كلية الشرطة إذا حدثت تقدم إلى كلية الشرطة تقوم الكلية هذا بالبحث عن أقربائك هل لهم جرائم من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فحيث تمنع من دخول كلية الشرطة يا أخي بلاشة رومانسية الولايات المتحدة الأمريكية وهي أمة ديمقراطية أخذت اليابانيين في الحرب العالمي الثانية أخذت اليابانيين الذين هم من موالد أمريكا وهم الجيل الثالث الرابع وعزلتهم في عسكرات يا أخي عندما يكون ولد عمي قياد حوثي لابد أن تعاطف معه عندما يكون أخي قياد حوثي لابد أن تعاطف معه يا أخي يغضر من فيها تركوها هذا أولا في الوظائف المدنية في هذه الظروف لا في الظروف الطبيعية طيب سيد عبدالعزي حتى لا نذهب بعيدا عن موضوع الحلقة الآن برأيك ما هو الخيار الأقرب الآن هل هي الخيار السياسي أم العسكري سيستمر والله أعتقد أن الخيار السياسي سوف يتشل لأنه لا يوجد هناك طرف منتصر فعليا يكون الخيار السياسي أكثر فاعلية أو يتقارب الكل عندما يكون هناك طرف قوي يستثمر انتصاراته وعندما يكون هناك طرف ضعيف لا يجد أمامه إلا الخيار السياسي حل ومنغذلة نعم طيب أعود إلى التعز مع الدكتور فيصل دكتور فيصل الحذيفي ألا يمكن للوضع الحالي الآن أن يقود إلى تسوية سياسية عادلة أم يعني ما هو أو ظهر للعيان بأنه حتى في حال حدوث تسوية سياسة ستكون يعني غير عادلة وستكون غير منصفة بالنسبة لليمنيين الذين خسروا كل شيء لا يمكن توقع أي تسوية سياسية إلا من دوابة الحلوثي الذي ينبغي أن يعلن التزامه بالقرار 22-16 وهو قرار أمم المجزم مصد الفصل السابع وهو قرار يجزمه بالاستيام دون قيدان أو شرط تسليم الأسلحة إطلاق المعتقلين تسليم المدينة الخروج من المدن لأعودة الشرعية هذا هو القرار الملزم وهو أحد المرجعيات الدولية والذي يبني على مرجعيات أخرى بدون استسلام الحلوثي لا يمكن الحديث أو بدون لأنه هو من صنع الحرب وبالتالي عليه أن ينغيها بأسبابها بدون ذلك لا يمكن حصل على أي تسوية أي تسوية يعني أن يبقى الحلوثي بسلائه وبجيشه طبعا نقول له لك نصف الحكومة أو ثلث الحكومة والثلث المؤطني وكأن دماء يمني التي سفكت وكأن الدماء الذي حصل ليس تقاطع أخيرا 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 تعتبر حلالا زلالا عليه وإنهم يعني في نية الأمر هناك مآثي كبيرة لا يمكن أن تجعل اليمنيين ينسون هذه المآثي نقول لواحد يصلح فيارته وكأن نحن نصف ماشي في شارع الحديد الحديد أبو تنستري مش صحيح هذا الكلام يعني وإذا تخلت دولة تحالف على اليمنيين فهم أقدر على أن يستمروا في تحرير أنفسهم وإذا ما ألزمت دولة تحالف عن طريق مجلس الأمن إيقاف الحرب فإن الحرب فقط هي ستتحول من حرب محلية محلية ومحلية إقليمية إلى حرب داخلية فيحتمى اليمنيون أمرهم اليوم من يعطل الجبهات ويعيق الجيش اليمني هي القوة التحالف عن طريق الطيران الجيش اليمني لا يمتلك القرار حتى يحرق الجبهات كبيري وأنا أشيد بما ذكره الضيف الكريم بنقاط ذات أهمية قوية يعني جيش أول أراهن نفسه وسلطة رهن نفسها للخالد وسلمت السيادة وزماما وبرادرين لدولة التحالف بينما نحن أولا بأنفسنا وبدلا من أن نعيد على دولة التحالف علينا أن نعيد أول مرة ماذا فعالا لأنفسنا يعني نحن عندنا ثروات قادرين أن نوكسر حتى شهريا مئة مليون دولار لعادة بناء الجيش من أسلحة ودبابات وذخائر وميزانية تأثير وبالتالي لا حاجة لنا لتدخل هو أصبح دمار اليمن لا يختلف عن دمار الحوتين هذا هو لا يوجد خيارين في اليمن غير خيار السل الذي على الحوتين أن يترموا كل شهر في 2016 وأن يعودوا إلى المختصف إذن المشكلة دكتور فيصل نعم دكتور فيصل إذن المشكلة هي في هرم الشرعية اليمنية والسلطة اليمنية التي ارتهنت كل ما تملك وسلمت أمرها للتحالف العربي وربما هو جوهر المشكلة أيسا كذلك نعم نعم نحن قلنا ذلك ونكرره ونقول بأن السلطة الشرعية تتحمل كل الكوارث التي دخلت اليمن فيها هي من تراخت مع القرار الخارجي الغير معلم من السعودي من الملك عبدالله بترك العوتين يقتحبون عمران ثم صمعه بالله رئيس جمهوري هو القائد العلاج القوات المسلحات يسمح لميليشيات تحت المدن وتحت المعذكرات تحت صنعه وبصره ووزير دفاعه يسلم المعذكرات والناس يعلمون كل ذلك ثم يقول عمران عادت إلى حظم الدولة نعم يعني هذه كرارة تاريخية لن يسهل يمنيون وعلى عبدالعب منصور أن لا يتمطع المنافقون حوله بأنه الزعيم اليمني ومنها بالكلام الذي كنا نردده تحت أحذية عن عبدالله طالح لنعود بنفس المنافقين ليردده تحت حذاء عبدالعب منصور عبدالعب منصور يتحمل المسؤوليات وعليه أن يصلح أخطائه يتحول من رئيس استداد بيده كل السلطات إلى القرار إلى المبادرة الخليجية والحل السياسي الذي جعله رئيسا توافقيا ورئيسا حكما بين القوى السياسية باحتبار أن الحكومة ينبغي أن تكون بالتوافق بالجميع على طرف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحديفي كنت معنا من تعز وعودة أخيرة إلى الرياض مع الخبير العسكري عبدالعزيز الهداشي سيد عبدالعزيز سؤال أخير ربما من يتابع الحلقة وتابع ما تطرحه وتقوله أنك ربما تقلل من أهمية الانتصارات التي يحققها قوات الجيش الوطني سواء في صعدة أو في الحديدة أو في بقية الجبهات وتصفه بأنه جيش كرتوني ما تعليقك بالنسبة للانتصارات في صعدة إلى الانتصارات القضية كلها يعني قريبا حدود السعودية لتبعدها عشرة كيلو جبهات جبهات عليب جبهات كتاب جبهات البناخير المسافة كلها عشرة كيلو واللوى الكر والفر في خلالها فلا يوجد أي انتصارات الذي بوجود أمس الجيش علانا عن تقدم أربعين كيلو متر في عمق صعدة ويعني الوصول إلى مشارف مران من قبل سنة من قبل سنة وهو على مشارف مران بعيد عن الحزة السعودية عشرة كيلو عندما يدخل من جبهة الملاحظ ربعين كيلو بيتجاوز مران كلها كل هذا كلام تهريج إعلامي حتى التصريحات العسكرية همس كانت تهريج إعلامي بالنسبة للجبهة جبهة ناطع احنا ما زلنا نتكلم عن جبهة على الملاجم والمعارك لها أكثر من سنة في جبهة الملاجم ما في الجديد أما جبهة الحديدة حصل انتصار العام الماضي أو قبل ستة شهور أو سبعة شهور والجبهة مكانها والتقدم السريع الذي حصل لجبهة الساحل لأنها أرض مفتوحة شده صحراوية الحوثي السحاب إلى المناطق التي يستطيع أن يقاوم منها وهي المنطقة الدنيه مذات الكثافة الكثافة الشجرية أو كثافة الأشجار فيها مرتفعة وإلى الحديدة يعني يقاوم من وسط المدن البقية شريف صاحلي شريف خالي بن السكان صحراوي لا يمكن أن يصبود أمام الطيران أو أمام البواري ومع ذلك لم يتم إنجاز هذه المهمة وتحرير الحديدة التي ربما كان الجميع منتظر أن تحرر خلال الأشهور التي مضت شكرا جزيلا لك الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي وشكرا أيضا لأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحديفي ختام هذه الحلقة تقبل وتحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد كما هي لكم من بشير الحارفي حتى الملتقى في زوايا الحدث حفظكم الله والوطن ترجمة نانسي قنقر